تفقد محافظ أبيان ألواء الركن أبو بكر حسين سالم يرافقه مدير عام المؤسسة المحلية للمياه الصرف الصحي المهندس صالح بلعيدي ومدير عام مديرية خنفر مازين اليوسفي ومدير عام مياه الريف محسن دوفان سير العمل في مشروع سد حسان الاستراتيجي وكان في استقباله المدير التنفيذي للشركة الكندية المنفذة للمشروع محمود عوهج وخلال الزيارة السامع المحافظ من مدير الشركة إلى الأعمال الفنية والحندسية والتي يجري تنفيذها في منطقة المشروع بمديرية خنفر والتقى المحافظ بمواطن المنطقة وحثهم على أهمية التعاون مع إدارة المشروع باعتباره من أكبر المشاريع في الريف المحافظة منذ الاستغلال وسيسهم في بناء وتنمية زراعية كبيرة وحقيقية وسيروي عشرات الأفندة الزراعية في دلتا أبيان ويوفر المياه في حالات الجدبي في المنطقة اشتركوا في القناة